للعدوان الإسرائيلي على مخيم جنين ويستكملها معكم زميلي محمد إليك كاترين شكرا جزيلا التغطية لا تزال حية مستمرة معكم للعدوان الإسرائيلية على مخيم جنين أعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة قرابة الخمسيين الآخرين جرى العدوان الإسرائيلية على جنين والبيرة في ضفة الغربية من بين هؤلاء الشهداء تمانية في مخيم جنين حيث شنت قوات الاحتلال عملية عسكرية جوية وبرية ذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم اعتقال قرابة الثلاثين فلسطينيا خلال اقتحام جنين وقد فدت مصادر للغد بأن أكثر من ألف ومائتي جندي للاحتلال الإسرائيلي يشاركون في العدوان على جنين بجانب قرابة المائتي آلية عسكرية أعلنت مصادر إسرائيلية إصابة جندي إسرائيلية في مواجهات مع مقاومين فلسطينيين في مخيم جنين هنا قال ناطقه باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ستكون هناك سلسلة من العمليات في كل شمالي الضفة الغربية من جهة أخرى أكدت وسائل أعلام إسرائيلية أنه تم تعزيز نشر منظومات القبة الحديدية تحسبا لإطلاق صواريخ من غزة ولبنان واستعدادا للتعامل مع مواجهات واسعة النطاق وعمليات انطلاقا من الضفة الغربية أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أن استمرار عدوان على جنين وسلوك الاحتلال وما سوف يحدد طبيعة رد المقاومة وقالت في بيان لها أن الغرفة المشتركة في حالة عقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين وأن المقاومة في كل الساحات لن تسمح أبدا للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو لاستفراد بهم دعت الغرفة جميع فصائل المقاومة في جنين ومخيمها لأتكاتف وخوض المواجهات بشكل موحد كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني في كل المدن والقرى والمخيمات خاصة حول جنين لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة مساعدة جنين والمقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان على قرر لاحتلال مواصلة الجرائم والتمادي في عدوانه قال الرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتي أن الذي يجري في مخيم الجنين هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله أضف رئيس الوزراء في كلماته خلال الاجتماع الحكومي أن شعب فلسطين سوف يتصدى لهذا العدوان إن الذي يجري هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله إن جنين البطلة ومخيمها العنيد الصامد عصي على الاحتلال وغزواته مثلها مثل بقية مدننا وقرانا ومخيماتنا إن شعبنا البطل سوف يتصدى لهذا العدوان الذي يجري تحت أبصار وعين المجتمع الدولي حيث الأبرياء يقصفون بالطائرات ولن يركع شعبنا ولن يستسلم وسنبقى في مواجهة إلى أن يزول هذا الاحتلال المجرم إن الجرائم في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن لإسرائيل مادام يعتدي على شعبنا ويعمل ضد عجلة التاريخ بدوره قال عضو لجنة تنفيذية لمنظمة تحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن الفلسطينيين يتعرضون لحرب إبادة واضحة حقيقية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات خاصة على شاشتنا الغد أشار المجدلاني إلى أن الهدف من وراء تلك العملية الإسرائيلية في جنين ليس مواجهة البؤر للمسلحين كما تدعي هي وإنما هي محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وكسر إرادة المقاومة عند الفلسطينيين في مواجهة عضوان الاحتلال الفلسطينيون يتعرضون لهجم وحرب إبادة حقيقية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الهدف الرئيسي ليس كما تدعي إسرائيل هو مواجهة بؤر المسلحين الفلسطينيين وإنما هو محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وكسر إرادة المقاومة عند الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد عدوانه وهمجيته على أبناء شعبنا بدون شك هذه العملية سيكون لها ما بعدها من تداعيات كبيرة على كافة الأراضي الفلسطينية وليس على جنين لوحدها الفلسطينيون والقيادة الفلسطينية سائموا بيانات القلق والشجب والاستنكار وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت لغاية اللحظة الراهنية رغم الفجوة الناشئة بينها وبين الحكومة الإسرائيلية لأنها ما زالت ملتزمة بضمان أمن إسرائيل وأيضا ما زالت ملتزمة بتوفير الحماية السياسية والدبلوماسية لإسرائيل في كافة المحافل الدولية وتعطل أي إجراءات وأي تقرارات من الممكن أن تتخذها الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية المختلفة قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقصف مخيمة جنين بكل ما تمتلكه من آلة عسكرية أشر قاسم خلال وقفة تضامنية مع جنين إلى أن العدوان الإسرائيلي يعكس عجزة وضعف الاحتلال الإسرائيلي ويمثل انتهاكا لجميع القوانين والأعراف الدولية الإنسانية فالعدو الصهيوني يستخدم الطائرات الحربية والدبابات من أجل قصف مخيم جنين للاجئين الذي لا تزيد مساحته عن نصف كيلو متر مربع هذا المخيم للاجئين يتعرض للقصف بكل الآلة العسكرية الصهيونية المجرمة المجنونة هذا الاستهداف بكل هذه الآلة العسكرية من طائرات ودبابات على مخيم للاجئين هو انتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية ليسجل جيش الاحتلال نفسه كأكثر جيوش العالم وحشية وأيضا كأكثر جيوش العالم جبنا فهذا الحجد من الآلة العسكرية الصهيونية والقوات البشرية المشاركة في العملية العسكرية على جنين تؤكد عجز وضعف الاحتلال أكثر مما تؤكد على أي شيء آخر من مخيم جنين نضم لنا مراسل الغد رائد الشريف أهلني رائد يعني 12 ساعة ربما أكثر من ذلك من عضوان إسرائيل على جنين كيف تبدو جنين المخيم المقاومة والناس محمد مساء الخير وهنا الأوضاع مختلفة تماما عن أي مكان بالعالم حيث الأوضاع متوترة وصعبة جدا تستمع إلى أصوات الرصاص الذي نرصده الآن على الهواء مباشرة اشتباكات عنيفة جدا تدور في مخيم جنين آليات عسكرية تقف في كل مكان وجنين سماؤها مليء بالطائرات سواء من الطائرات الاستطلاع والمراقبة أو حتى من الطائرات الحربية التي أغارت على جنين فجرا الآن على ما يبدو يتم استهداف المخيم بالأسلحة الثقيلة كما تتابع على الهواء مباشرة بين الفينة والأخرى نستمع إلى أصوات انفجارات عنيفة تهز مخيم جنين الآن أستمع إلى طلقات نارية كما تتابعون أنتم على الهواء مباشرة ونحاول رصد الصورة من أقرب مكان ممكن لنا ونحن بكل تأكيد هل تستطيع رائد تحديد المكان بالضبط؟ يعني أين هو في جنين حول المسجد ربما في ساحة الدمج يعني أين هي في جنين تحديد نرات؟ بكل تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى حارة الدمج وتحديدا قال قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي إن اشتباكا دار مع مقاومين فلسطينيين الآن انفجار كبير محمد الآن انفجار كبير وسط المخيم تقريبا في حارة الدمج وذلك في محيط المسجد الذي تحدث عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه دارت اشتباكات بينه والآن انفجار آخر ربما تتابع وتستمع هذه أصوات قريبة جدا وانفجارات مرتفعة وعنيفة نتابعها من داخل المخيم وبالتالي بيتو أشاهد أيضا السنة دخان تتصاعد من داخل المخيم ولا يمكن محمد تحديد الحارات والأزقة هذا مخيم صغير جدا يعني نحن لا نتحدث مثلا عن مخيم بلاطة وهو أكبر المخيمات الفلسطينية نحن نتحدث عن مخيم جنين جغرافيا بقعة صغيرة جدا إسرائيل كلفت أكثر من 1200 جندي في هذا العدوان على المخيم وبالتالي رصدوا آلياتهم العسكرية وأحضروا جرفاتهم الثقيلة جرفات الديناين التي تستخدم في العدوان وفي الحروب وللمهمات الثقيلة أحضروها إلى هنا إلى مخيم جنين وحاصروا المدنيين على آية حال قبل قليل كما ذكر خالد بأنهم رفضوا يعني إخراج المدنيين من مخيم جنين ورفضوا كذلك أي وسطات سواء كانت عربية أو دولية الاشتباكات مازالت مستمرة دخولهم إلى المخيم مازال قائما حتى هذه اللحظة هم يفكرون في إبادة المقاومة الفلسطينية الشباك الإسرائيلي يفكر ويخطط لتدمير البنية التحتية بأكملها للمقاومة الفلسطينية ولكن هل ستنجح المخابرات الإسرائيلية ومن معها من جيش الاحتلال وكذلك القادة الاحتلال الإسرائيلي لتدمير فعلا مخيم جنين هناك تجربة معروفة لدى كل فلسطينية تجربة عام 2002 دخول مخيم جنين تجربة أبو جندل ورفاقه من كتائب الأقصى وسرية القدس وكتائب القسام هؤلاء الذين استشهدوا داخل مخيم جنين وقصف الجيش المنازل فوق رؤوسهم وفوق رؤوس المدنيين محمد وقتها أذكر استشهد قرابة 60 فلسطينيين جلهم من المدنيين بينما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل 24 جنديا لحظة دخوله إلى مخيم جنين أي أنهم يعني واجهوا معارك ضارية واجهوا مقاومين فلسطينيين هم تسلحوا بالوطن تسلحوا بفلسطين التي يدافعون عنها ويدافعون عن مخيمهم ولا غبار رائد على جنين وأهلها والمقاومين المسلحين فيها هم أبدوا بطولات لكن عد بي إلى وقع هذه الصور الحية المباشرة من جنين لأنه الاحتلال رائد رفض وقفة لقنار الاحتلال رفض خروج المدنيين من جنين الاحتلال بيستخدم الآن المعتقلين والشبان كدروع بشرية كذلك الجرفات الاحتلال الإسرائيلي رائد تقوم بعملية تدمير للبناء التحتية والطرق المؤدية إلى مخيم جنين ويتم إغلاق كافة الطرق المؤدية إليه الصورة الميدانية ونحن نطلع الآن وأنت معي على الهواء هذا الدخان الأبيض ربما تجراء عمليات القصف والاشتباكات على الأرض كيف تبدو الصورة؟ أين هي مناطق الاشتباك رائد؟ إن دقت لي هذه الصورة رجال الصورة في أرجاء المخيم الاشتباكات يعني من بداية المخيم حتى نهايته وفي حاراته وفي أزيقته هم دفعوا أكثر من ألف ومئتي جندي إلى مخيم جنين وهذه أعداد كبيرة أكثر من مئتي آلية عسكرية تشارك في هذا الاقتحام على الأرض بريا وعندما نقول بريا لأن سلاح الجو يشارك في هذه العملية تحديدا سلاح الجو يشارك بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الوحدات الإسرائيلية مثلا القوات المشاركة في اقتحام جنين وحدة مجلان هي وحدة استطلاع قتالية خاصة تعمل خلف خطوط الاشتباك من خلال الاستطلاع وجمع المعلومات والهجوم أيضا ويتسم عملها بالغموض هذه أسست عام 86 كوحدة نخبة الآن هي في مخيم جنين محمد وحدة إيغوز وحدة استطلاع استخباراتية خاصة من الوحدات الخاصة التابعة للواء غولاني أنا تعرف هناك ألوية في جيش الاحتلال الإسرائيلي غولاني وقفعاتي والمظليين وهي وحدة مشام متخصصة في حرب العصابات هذه تأسست عام 56 وحدة الدخان وحدة حاصة من وحدة النخبة داخل جيش الاحتلال في الصور تبدو لي أنه الدخان لم يعد أبيض كما كنا نتابعه منذ لحظات بدأت الصورة ملونة الآن هل هذا دليل على شيء يعني أنت أقرب وأنت ربما طلعت على هذه الأمور من قبل يا رائد هل ثمت تفجيرات ربما عمليات قصف من السماء هذه قنابل دخانية تحذيرية هذه قنابل دخانية يتم إطلاقها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني بريا على الأرض وهذا للتغطية على آليات الاحتلال وكذلك على الجنود الذين ربما يترجلون من آلياتهم لاستهداف أحياء عديدة في مخيم جنين هل هذا هو المسجد درائد قنابل دخانية ملونة هل هذا هو المسجد لأنه ثمت أنباء تارد إلينا أنه بتتم عملية اقتحاب لهذا المسجد لا أعلم لماذا المسجد في منطقة أبعد في وسط المخيم وبالتالي هناك عدة مساجد أصلا في مخيم جنين وأطرافه وفي المناطق المحيطة ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو في بيانه يتحدث بأنه نحن تبادلنا إطلاق النار وقمنا باستهداف أحد المساجد لأن مقاومين فلسطينيين تحصنوا في هذا المسجد لكن المسألة هنا ليست قضية المسجد الذي قصف أو حتى استهدف من جيش الاحتلال الإسرائيلي بينما كثافت هذه العملية سواء من حيث إطلاق النار الإغارة بالصواريخ وكذلك أحيانا أن يستخدمون قذائف موجهة على الكتف أو ما تعرف بقذائف الأنيرجا وهذه أسلحة يتم استخدامها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية الدخول إلى المخيمات أو حتى عندما يشتبكون مع المقاومين الفلسطينيين ما شرت قبل قليل من أنواع السلاح الذي يتم استخدامه وسائل قتالية القنابل الدخانية التي يتم إطلاقها في مناطق متفرقة عندما يدخلون إلى مكان مستهدف وذلك للتغطية على تحركاتهم هناك غرفة عمليات استخباراتية كاملة في المخيم سواء على الأرض أو حتى على الجو محمد وأنا أحدثك فوق مخيم جنين أكثر من عشر طائرات استطلاع ومراقبة وطائرات درون التي نجحت المقاومة الفلسطينية في إسقاط طائرتين على الأقل ونحن نتحدث عن طائرات درون وهي التي تصور المشاهد تراقب تنقل الصورة لغرفة العمليات أنتم على الأرض ونحن في الجو سلاح المدفعية كذلك يشارك في هذه العملية أنت محمد قبل قليل عندما كنت تحدث عن الوحدات المشاركة الإدارة المدنية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشارك في هذه العملية القوات الخاصة وقوات النخبة كذلك تشارك في هذه العملية أي أن هناك مجموعة كبيرة النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أحضروه إلى جنين وتحديدا إلى مخيمها كما قالوا في بيانهم للقضاء على البنية التحتية للمقاومين الفلسطينيين في المقاومين شكرا للمقاومين الفلسطينيين في المقاومين